نبدأ بلقاء الاهلي والجبيه اللقاء الذي انتهى اهلاويا بفارق كبير بمئة واربع نقاط مقابل واحد وسبعين نبدأ من عند محمد محمد كيف شفت الاهلي اليوم هل ارتدى ثوب الاهلي البطل من جديد وانت سبق ومثلت الاهلي نعم واضح انه فريق بده يثبت هويته في بداية الدورة في بداية المنافسة رغم تعرضوا للخسارة في الكأس وممكن في ملاحظات على موضوع الكأس انه المغلوب من مرة واحدة بالعادة بنلعب والمغلوب من مرتين بتطلعش من مرة اثرت شوي صغير على الاهلي ولكن واضح انه بده يثبت جدارته من البداية وزي ما تفضل كابتن سامر فريق غير سهل بنافس على حصد لقب البطولة طيب سامر انت اليوم كنت المعلق على المباراة نعم الجبيهة الجبيهة كنت اعتقد انه ممكن يكون عنده افضل من الشيء اللي شفنا هل هو قوة الاهلي ام ضعف بجبيهة بصراحة هو مش ضعف بجبيهة الجبيهة يعني كمان برضو بنا نعطيه حقه صار له اربع سنين عم بيجتهد وعم بيحاول يدخل بصراع ويدخل على القمة شفناه قبل موسمين دفع مصاري يعني كتيرة عشان يجيب افضل اللاعبين لكن الاصابات خذلته وفي شوية مشاكل بين اللاعبين ايضا خذلته السنة كان استعداته وقد حجم ميزانيته ما زاد ولا نقص جاب جدد الثقة بالمدرب يوسف ابو بكر وهو الافضل لنادي الجبيهة لعبه بكوارتر اول وثاني بمنافسة لكن الاهلي يمتلك عمق في الدكة صحيح ويمتلك عناصر وخاصة مع غياب ابرز لاعبين الدوري الاردن اللي هو مش سامي بزيع عفوا امين ابو حواس امين ابو حواس افضل اللاعبين احصائيات وافضل اللاعبين اداءا كان في الدوري غاب عن مباراة الكأس وغاب عن مباراة الدوري واليوم كمان لعبه نجمه سامي بزيع خرج بعدم الاهلية نتيجة هذا الموضوع بدي اوقف عنده شوي شو اللي صار اليوم مع سامي بزيع موضوع بدأ يتكرر منذ الموسم الماضي وقبل الماضي والحديث مستمر انه دائما سامي لا يضبط انفعلاته سامي هل موهبته يعني خلينا نغمي عيوننا شوي عن اخطاءه داخل الملعب وبتحكي تم استبعاده حكي لأول شي سامر شو اللي صارتكت المعلق نعم سامي بزيع اول شي كان فيه احتكاك بينه بين احد اللاعبين اخذ الحكم القرار بعد الرجوع الى الاعادة التلفزيونية انه خطأ فني على التنين اللي هو سوء سلوك لانه التنين كانوا في موضع شجار بعدها انصاب اللاعب الاميركي فظلوا يحكي مع الحكم ويعترض بطريقة غير لائقة لا استبعدوا الحكم وعطى عدم الاهلية لكن الاستغربته استغربته اثناء خروجه كان الباب مغلق بالمفتاح ما قدر يسيطر عن الفعالات وضرب الباب باجره مرتين لحد ما كسر الباب وطلع وهي الى الاسف مش اول مرة عم تصير مع سامي بزيع في اكثر من نادي يبدو انه سامي بزيع عنده مشكلة بضبط انفعالاته طب حسونة شو رأيك يعني وانت لاعب يعني هل توصل امور الا اذا اللاعب شايف حاله اعلى مننا عدم المؤاخذة يعني اذا هو شايف حاله اعلى من من هالمنظومة كرة السلة يعني هل هذا تفسير انت بجوز تفاصيل اللاعبين انا مش عارف نوعية اللاعبين اللي ما بدي انا اصنفهم انهم جايين من بره الاردن لانا بيتعامل معاك لاعب اردن ولكن بالنهاية وتصرفاته وكأنها اعلى منها هو محترام الى الجميع انفعلاته كلاعب محليا تختلف عن انفعلاته كلاعب مع المنتخب اها شكرا هاي الشغلة ما انتبهنا لها انه مع المنتخب ما عنده هالانفعلات اها ولكن محليا عنده شوية انفعلات او عنده انفعلات نوعا ما هلا كل لاعب له له عقليته كل لاعبه له ضبطه بال باعصابه زي ما تفضل الكابتن فممكن اليوم طب هل هاي فعلاته بتكون مع منتخب مع اي فريق بالعبي ببداياته كان بخارج الاردن بامريكا ما بعرف وين بلش صدقا يعني احنا ما اسمنا عن فعلات سامي بزيغ او ما شفنا انفعلاته غير محليا ومعظم انفعلاته هي اعتراض على القرارات التحكمية لكن انا بحكي في محترفين يعني عن بيجو وعم ينطلب منهم انه اضبط انفعلاتك هذا التحكم اللي عنا وهي المنظوم اللي عنا عفوا عفوا على السؤال بس مين المدير الفني للأهلي نادي الأهلي المدير الفني سامر نينو طب دور المدرب وينه هل ضعف بالمدرب لا لما لاعب يوصل لمرحلة انه يكسر الباب و ويسحب حاله ويطلع وضل يحكي مع الحاكم وين دور الجهاز الفني يعني بدناش نظلم انه هاي اول حادثة صارت معاها باول الدوري يعني انه سامي بزي بس انا سمعت انه برضو بمباراة الكأس زعل ودخل على غرفة الغيار لمدة كوارتر بعدين رجع لا انت عطيتها وصف شو قلت عنه مزاجي شوية لا قلت حرد حرد بالمباراة نسمعتها نعم حرد زعل بالكأس كمان نعم وخسر الاهلي بالكأس خسر الكأس يعني خسر الاهلي بطولة بسبب ممكن انفعالات لاعب ممكن نعم ممكن ناتفعالات كتير نعم طيب هاي امام الجهاز الفني نعم امام ادارة النادي وبالجبيه يوم اللعب مع الجبيه صار معهم نفس الشي ايضا خسروا نتيجة انفعالاته طيب نترك موضوع سامي نروح لا احصائيات مباراة الاهلي والجبيه ونبدأ بأرقام لاعبي الاهلي كابتن سامر بلش باحصائيات لاعبي الاهلي معك على الهواء يعني الاهلي قدم مباراة ممتازة خاصة بغياب امين ابو حواز زي ما حكينا احد نجومه لكن كان العلامة الفارقة اللي هو المحترف تيرن اللي هو كان افضل لاعب في اللقاء من الفريقين بفعالية 43 وهاي فعالية كتير عالية وتسجيله 30 نقطة ايضا من المحليين شفنا اللاعب زين نجداوي اللي كان لاعب نادي الوحدات قدم مباراة ممتازة وشكل الاضافة لفريق النادي الاهلي ايضا هناك كان مجموعة زي ما بتعرف انه الاهلي اعتمد على مجموعة من الشباب اللي هم مثلا فادي قرمش ودرويش والهزايمة قدموا اللي عليهم والزيادة كان اليوم مميز درويش باختراقاته واليوم المدرب سامر نينو اشرك اللاعبين جميعهم اللي كانوا موجودين على البنش ل11 لعب اما فريق الجبيهة فتميز عنده اللاعب المحترف دايما اللي جبهه موفق بتعاقداته كان مجيه السنين الماضية معها والسنة جاهم لاعب اسمه كيفين مايكل ولا ميكل اه مايكل هو ميكل اه ميكل اه ميكل هم نسموه اه كيفين ميكل قدم مباراة ممتازة هجوميا ودفاعيا كان الافضل هو بفريقه بفعالية اه 28 ومتسجيله 33 نقطة وهو ابرز هداف كان بالفريقين جميل جدا هاي الارقام اذا الارقام لا تكذب حسوني شو رأيك بالاحصائيات لكي لالفريقين وبالنهاية انا بكون مسعيد لما شوف محترف اه مميز مع فريقه يعني بعيدا عن انه اللاعب يجي محترف او ما يجي ولكن لما شوف لعب محترف اه كويس انا بمبسط لاني برفع المستوى السنة هاي من احسن السنين اللي كان فيها اختيار محترفين اخر اغلب المحترفين اللي عم نشوفهم سويتهم عالية جدا اه عم بحاول يضيف للفريق ما يحمل الفريق بالعادة كنا بالسنوات اللي قبل خلنحكي اشيال الفريق كان كانت اه الفريق بحط 30 40 50 نقطة في هذا الفريق سنعم نشوف الاعتماد على اللاعب المحلي كمان حال فمزبوط موضوع المحترف ممكن انه يرفع من سوية الدوري بس مش هو اللي يشير الفريق جميل جدا سامر الجبيهة اليوم وين الخلل وين الخلل هلو بحاجة للتعزيز ام هذا هو الجبيهة شوف كان اليوم الخلل ابرز نقاط الخلل اللي هي نسب التصويب الثلاثية والرميات الحرة كانت نسبة النادي الاهلي نسبة مقبولة حتى تعتبر جيدة جدا بالنسبة للتصويبات الثلاثية اللي هي 42 بالمية اما فريق اللي شبيهة كان 17 بالمية وهي نسبة متدنية جدا بالرميات الثلاثية بالرميات الحرة كانت نسبتهم 14 من 22 63 بالمية ليست لا منقدر نحكي عنها جيدة ولا جيدة جدا مقبولة النسبة بالمقابل الاهلي كان كتير افضل منهم فالخلل كان ايضا بالتصويبات الخلل بزي ما حكيت لك بنوعية اللاعبين اللي موجودين ومفاتيح اللاعب يعني كان الوحيد اللي عم بقدر ينهي الهجمات وعم بيسجل لهو المحترف بينما اللاعبين المحليين لم يظهروا بالشكل المطلوب محمد الأهلي عجبك اليوم شايفوا شكل البطل بدأ بالخطوات باستثناء موضوع سامي شوية اللي عليه ملاحظات شو بنحكي بداية عن تحضيرات الاهلي كإدارة من نوعية اللاعبين اللي موجودين ورغبته هو من أول أندي اللي بلش تتعاقد مع اللاعبين وخصوصا بلش تتعاقد مع اللاعبين خلنحكي الغير معروفين بلش بلعبين شباب امثال فادي قرمش وامثال درويش محمود درويش بعدين عزز صفوفه في اللاعبين وعزز صفوفه في محترف قوي جدا رغم غياب سامي عفوا رغم غياب أمين ولكن عم بفرض سيطرته وحكناها من قبل بحاول تعويض خسارته للكأس عباسو في أول مباراة حقيقية واحتكاعك حقيقي خسر أمام الرياض خسر بطريقة غريبة كان متقدم بالشوت الأول بفرق 23 نقطة بعدين الرياضي انطفض وعمل الكمباك وفازوا بالأخير بفرق نقطة الرياض انتفض ولا الأهلي فرط لا أنا بعد كومتقدم 23 نقطة وتخسر يعني فيه كوستن مارك في هيك نعم وفي كوستن مارك